الكويت واللادة بكل المجالات العلمية والعملية وأيضاً الإعلامية اليوم يسعدنا أن نصلت الضوء على إعلامية وكانت أول خليجية تقدم البرامج السياسية نتشرف تكون معنا اليوم الإعلامية سميرة عبدالله حياة الله أهلاً وسهلاً فيكم وأنا أتشرف فيكم ومشكورين على هذه الدعوة سميرة كل عام أنت بخير وعساك من عوادة نورتنا في قبقة الحمراء وأنت بخير الله يسلم وأنت دائماً مميزة وقاعد يستمتع بمتابعتك أنا مستمتعة بمتابعتكم ومستمتعة شون يتغطونكم بعد إن شاء الله بيتغطوني الأخبار مني شطعمها ثاني يعني دائماً نحس أن البنت لما تقول الأخبار مشوقة أكثر من الرجل ما تعتقدين هذا الشيء موجود فيه هذا الشيء ملاحظة حلوة وهذا الشيء موجود عالمياً أن المرأة اللي تقدم الأخبار لها مشاهدة أكثر من الرجل يعني حتى في الغرب نفس الشيء وكنت يكون أول خليجية سميرة في برامج السياسية شنو الصعوبات اللي واجهتك يوم ما اختهتي هذا المجال الصعوبات إن دائماً يعني خصوصاً إن أكون أول وحدة في هذا المجال بالخليج يعني الخليج عندنا برامج سياسية ولكن كل اللي كانوا يقدمونها من الأخوات العرب فأول مرة تكون خليجية تقدم برنامج سياسي وانتعار في الساحة السياسية بالكويت دائماً ساخنة ولما قدمت البرنامج كانت يعني في قمة السخونة فمن حسن حظي إن بعض الضيوف البداية ما أخذوني بجد على إنما أخذين الصورة النمطية لمرأة الكويتية يمكن إنها بس مكياج وشكل ما كانوا يدرون إنه في مضمون ليش قلتني من حسن حظي؟ من حسن حظي لإنه يكون الضيف مو محضر لعدل عارفة اللي مو ما أخذت شريب جد فتصيدين على كيفش بالله والله والله وهذا اللي صار يعني والحمد لله يعني الحين قاموا يسووا لي ألف حساب والحمد لله يعني ما شاء الله الفترة اللي أنت طلعت فيها طلعت معاش كوكبة من الأخباريات والبنات السياسيات اللي اتجهوا إلى هذا المجال حسيت إنه كان في نوع من التنافس ما بينكم؟ خلق نوع من التنافس؟ والله أنا ما حسيت بهذا الشيء أنا حسيت إن كل الكويتيات اللي اطلعوا كانوا مركزين على إنه يطورون من نفسهم ويثبتون للكويتيين وللخليجيين وللوطن العربي إنه نعم الكويتية قادرة أنها تقدم أخبار وبلغة عربية سليمة فكانوا كلهم مركزين على الشغلهم والدليل إنه أنا عندي علاقات جيدة جداً مع أغلب المذيعات الكويتيات اللي اطلعوا في البداية واللي اطلعوا معاي بنفس الوقت حلو يمكن سميرة يعني كنت أول خليجية اشتغلت في المجال السياسي ما فكرت تنتقلين إلى قنوات ثانية قنوات خارجية مختصة بالأخبار غير القناة اللي طبعاً قادمين فيها وهي تكون شاملة تقريباً والله شوف في البدايات كان في هناك عروض أني أنتقل إلى قنوات أخرى ولكن هذه القنوات لازم تطلب إقامة دائمة في الدولة نفسها فكان صعب علي أني أنتقل لهذه القنوات ولكن بعد ما صار عندي البرنامج ويعني بالساحة الكواتية أنت عندك المجال وعندك الحرية أنك تتناقش بالسياسة بنسبة أعلى من بعض الدول فقلت لا أقعد بديرتي أحسن والحين يعني بعد مسيرة عشر سنين يمكن ما ندري يعني الواحد ما يعرف وين يقدر وين يروح يمكن لأن أنا عرفت عدل أبي أذكر بداياتك بداياتي و بداياتك كنا نحاطي ردت الفعل هذا اللي قاعدة قولت أبي عرف ردت فعل الأهل و المجتمع طبعاً الآن وحصة ببداياتنا كنا في نفس القناة بعد أنتقلت إلى قناة أخرى محلية كنا نحاطي ردت فعل الأهل قبل الناس لأن علاقتنا حميمية بالأهل و ما كنا نخسر أحد في البداية طبعاً أهلي كانوا رافضين هذا المجال تماماً الكل ما عدا أبتي حبيبتي أميرة فبعدين مع ظهور الإعلام ومع اللي شافه و ردت الفعل الحين كلهم يفتخرون فيني و أصلاً لو يروحون مكان يتعمدون بالحديث يبون طاري أن ترى مثلاً أمي ترى بنتي بذيعة ترى فلانة هذه تصغلنة فالحين الأمور صارت بالعكس تماماً والحمد لله لأني بيضت ويهم و طلعت بالصورة المشرفة لهم الصورة المحترمة حلوة دعما تكلمتي عن البدايات يمكن أول ما طلعت فكرت أني شرح تاخذين الخط السياسي لكن بعد العشر سنوات هذه و خلال تقديمك ما فكرت شوي تطلعين للمنوعات أو البرامج الثانية أو تحسين نفسك أنت والله أنا قادرة يا سميرة أقدم نوع مختلف شوي والله عبدالله إلى الآن يدني عروض يعني قبل شهر تقريباً يعني عرض أني أقدم برنامج اجتماعي ثقافي وفي نوع من السلاسة والقطات المضحكة يومي في ناس يشوفون أنا هذه شخصيتي يعني أقرب إلى المشاهد من الأخبار أنا مصر أني أتم في المجال السياسي أولاً أنا وايد أتابع السياسة من عمري 9 سنين بعدين ما أبي لأن أنا الحين طالع في وايد بنات يتابعوني حابيني كمثال جيد لهم في هذه البرامج فما أبي كوني أول وحدة في البرامج السياسية يعني أي أنحرف أو أغير الخط هذا فبالتالي البعض رح يفسره أنه كأنه نوع من الفشل فإن شاء الله لم يستمر فيه يعني يعني معروف عن رجال السياسة ومثلاً السياسيين عندهم استراتيجية في اللقاءات أنه دايماً يطقون المذيع شوية عشان يخاف يعني يرجع شوية يخاف من الأسئلة القوية طبعاً أكيد واجهتك هالموضوع هذا وايد يا حصة يعني وايد في ضيوف أيون ما أخذين ذكرة أن هذه المذيعة ممكن أن تغطك ممكن أسئلاتها تكون قوية يكون سباقة بهالموضوع فأي ساعات بدون شي ترى ما أكون بهادي اللقاء يبتدي أهو يشن هذا الهجوم فالحمد لله دائماً أنا أكون هادية وما أخلي الضيف يعني يجرفني في حوار شخصي يعني عادةً يسئلك السؤال بشكل شخصي أو أنت رأيك شون كنوع من يعني بيحطك بالمطب يعني والحمد لله يعني للحين ما يعني الله ما نخلق لالحين ما نخلق يمكن دا ما تكلمنا عن دورج في البدايات سميرة نلاحظنا أن اليوم المرأة ما شاء الله غير المجال السياسي أيضاً في تواصل الاجتماعي ما أخذ دورها وبحجم يمكن أكبر من الرجل أنت وائد متفاعلة في السوشال ميديا وفي البرامج السياسية وعلى طول يقولون سميرة عبدالله بلكسبلوك تكون طالعة كلمنا شوي على هذا العالم يعني كنت مذيعة وتقدمي النوع شوي مختلف اللي هو النوع السياسي في يوم تنتجهل للسوشال ميديا هل الشخصية مثل ما قلنا نشوفها ومتابعها وائد مختلفة؟ لا وائد مختلفة عبدالله هذه المواقع هي مواقع للتواصل الشخصي صحيح يعني هذه المواقع عطتنا إحنا كمذيعين الفرصة أن نتواصل مع الناس بثواني وأن الناس ستعرف شخصيتنا الحقيقية فأنا مو معقول أن الناس يشوفوني هنا مذيعة أخبار أو برامج سياسية وأيضاً في السوشال ميديا وميايين بيعرفون شخصيتك شخصيتك في البيت سلوبك وكلامك الأشياء التي تهتم فيها كل شيء طباخك سخراتك فعشان شدي أنا معهم حالي حالهم وبعداً أنا حتى كاتبة في البايو مالي أن أنا هنا مو مذيعة أنا مواطنة وحالي من حالكم نفس الصورة التي تشوفها هنا مع بعض هذه حبيبتي ثريلي على اليمين هذه فيش سيب من النمسا لما كنت موجودة بالنمسا لمدة أربع سنين وطبعاً أختي أميرة حبي أنا أسميها مثل ما أبوي سماها على فيلم سعاد حسني ولوياها شروة حبيبتي مديرة الأخبار سابقاً في قناة الرأي وهي كان لها الفضل الكبير في تطوير قدراتي ولغتي وحضوري على الشاشة حوالي يمكن مثل هذه الأصوار أشياء مميزة تحبين تنقيلها للمشاهد والمتابع في الإستجرام لكن شنو السلبيات اللي أنت شايفتها بالتواصل اجتماعي وعندش طريقة خاصة فرد على المتابعين ما دائماً أنا عندك جنور من الحدة شوية معاهم ما تخافين أنتش تخسرينهم؟ أنا من أول ما طلعت أنا ما كان يهمني العدد وبدليل أنا طالع حين عشر سنين بالإستجرام عندي تقريباً شيء وثمانين ألف أنا باليوم أعطي مثلاً بلوكات خمسة عشرين هالأعداد يعني لو مخليتها كان عدت الأمية ألف الحين أنا ما يهمني العدد يهمني النوع يعني أنا أبي هالناس اللي أنا قاعدة تواصل معاهم بالشكل يومي من حقي أني أختار نخبة من الناس الراقيين الناس الكلاسي اللي دائماً أسميهم الطبيعيين اللي يحبون الحياة اللي بيتفاعلون الوياك الإيجابيين أنا يعني شيء هالي بالنكد واللي دورون الحقد والحسد ما ربيتهم قطيتهم خلي ربونهم هاليهم هذي لا وهي في طريقة أنا ممكن أعطي بلوك وخلي يروح بس أنا الساعات شوية تشري مزاجة شري يعني مثل ما أنا نقول بالكويتة أقذرها عليهم ساعات أطلع لي واحد يقط كلمة أو حتى لو كلمة قدرة أنا أخذهم بأسلوب كوميدي وسميهم الكوميديا السوداء هي فعلا الكوميديا السوداء بسمقر أنت خسرين سميرة الجانب الثاني اللي قايتابعك واللي حاب شخصيتك العفوية أو النسيطة بالعكس بالدليل أن أنا عندي متابعين من بداية للحين وإياي متواصلين بشكل يومي ويحبوني يحبون هذه الطريقة لأن هذه الطريقة ش اللي صار فيها الحين أنا حتى لما أمشي بالمجمعات والأبين والشباب يعني يسلمون عليه ويقولون لي إحنا دائما نقول حق بعض الدوانية يا ويلة اللي يتحرش بها المذيعة أم داعي علي ليش؟ لأن يعرف يعني مثل اللمحين وإحنا وإحنا قاعدين ما يصر أي حدي يغلط عليه كلمة يدرع ويقطع عليه كلمة وإنت تخليه لا أنا مثل ما مواقع التواصل عطتهم الفرصة أن يقولون رأيهم وأنهم للأسف من مثال مواقع التواصل وصول الحمقة إليها مثل ما أهم يوصلون ويغلطون أنا بعد عندي فرصة أني أكشفك للناس أكشف تربيتك أسرتك اسمك من حقي فأنت قبل لا تغلط على أي شخص لازم تعرف أن إذا أنت عندك حق النقد هو عنده حق الرد فأم الأغلبية أن أنت مشهور يلا نقول للي إحنا نبي لا لا الطريقة مو شركة لا لا أكيد بس في قعنا نشوف ساعات فيديوهات تتركب عليها مقاطع وشي تحول إلى كوميديا أكثر فردت فعليش عليها عادي تقبلينها أنا وايد تقبلتها وساعات أحطها بحسابي إذا شيء على كوميديا على هذا عادي بس إذا واحد قاصد أنه يضرني لا في القانون والقانون ما شاء الله مو مقصر ونأخذ حقنا وتعويضات أسافر فيها كل صيف سميرة آلين في الودي أسأل السؤال أكيد أنت وقت السياسة والأخبار والبرامج السياسية والإعداد بعيدة عنهم تبين حريتك البنت اللي تبين تسافر وتروح وتروح الصالونات والمكيواج وأكيد قاعدت مارسين هالأشياء هذه كبنت طبيعية أنا حصة أمارس كل شيء وبتوازن يعني أنا أحط مثلا أنا ما عندي يعني ميكوب مو وايد مهتمة بالمكياج ولا عفة أحط مكياج مثلش وكلا حبيبتي مو وايد يعني حبيبتي مو وايد يعني مهتمة بهالناحية بس أحط لهم كل شيء يعني حتى قطوتي الله يخليها لي يحفظها لي دائما حتى تطلع بالسوشيل ميديا كل اهتماماتي تربية الحيوانات الحيوانات مو بالسوشيل ميديا حياراتي اللي بالبيت اهتمامي مثلا بالمكياج بالسفرات يعني كل شيء الحمد لله يعني حاول على قدر ما أقدر بتوازن بس في جوانب ثانية الحقاص رحيم شهر رمضان ما شاء الله مواكزة عليها الساعة ثلاثة أربع أشوفوك بالمطبخ يعني ما شاء الله طباقها ايه أنا شوفة أبدالله فيه شغلة وايد يكتبونها لي يعني الرجال الأكثر شيء إن يشتكون مثلا الحريمة الحين ما يطبخون لابن مضاك لي طبخ صراحا ايه لا أركز على الأكلات السهلة خصوصا في ناس يقول ندي شو المطبخ هي ودها إن رأيلها يأكل من إيدها بس تحس إن الطباق ويت صعب فأطلع الوصفات السهلة وماشاء الله متفاعلين وياي ويسوونها ثاني يوم ويصورونها ويطرشونها نعم عشان يعني نتسكر شوي موضوع السوشال ميديا يعني احترامنا حق كل اللي قاية تابعون نتشو المشاهدين ومتابعين تابعون سميرة عبدالله أكيد ما تقصدين يعني أي كلمة في المتابعين يوم متكلمتها أو أي إساءة أو تجريح لا بالعكس أنت تتكلمين على ناس معينة الناس المتابعة الناس المثقفين راقي أكيد المثقفين اللي حبون يتابعون طبعا أنا الكلمة اللي قلتها إن اهتمامي بالناس الراقيين الناس الطبيعيين أنا هذي لهم اهتمامي الباجي بالنسبة للنكرة يعني الله يصاب أي واحد ما تعرفه أنا ودي أعرف السياسة شنو غيرت بسميرة تشوفي حصة أنت لما قبل تقرين الأخبار تسمعين الأخبار أو تقرين المقالات أو تشوفين فصلا تتكلم بس في السياسة المحلية تقرينها وتعرفين مثلا المواضيع بس لما تكونين أقرب إلى السياسة يصير في نوع من يعني تخافين أكثر على الأوضاع عرفتي تخافين أكثر لأن للأسف للأسف يعني أغلب السياسيين هما يتبعون مصالحهم الشخصية ليس مصالح البلد وهذا الشيء وايد يخوف يعني قلة من السياسيين اللي فعلا يهتمون بالمواطن الكويتي قلة وهذا الشيء يخوف لأن أنت تشوفين أغلبهم همهم بس نفسهم الاستعراض هذا همهم الأصوات الانتخابية ليس همهم البلد هذا الشيء اللي ضيق الخط يعني تكتشفين الحقائق أكيد إحنا ما نعم يعني نشكر أكيد فيه ناس تحب هذا الوطن وتخدم هذا الوطن أكيد أكيد إحنا شوفها عبد الله أقول لك الشغلة بالنسبة للناس اللي يأخذون الكلام ويعممونا أنا دائما أقول أن التعميم من طبع الغشين أكيد بالضبط يعني كل كلمة نقولها كل قاعدة لا يستثناء بالضبط مو معقولة يعني أي إنسان يتكلم لازم كل دقيقة يقول البعض والبعض والبعض وإنتي أخبار يعني تسلمون ما قصرته وإن شاء الله ما أكون يعني ضيفة تجيلة عليكم وإن شاء الله حبيبتي حصة وأنا والله فرحانة لشي حصة أنت حصلتي وعرفت من بداياتك وعرف أخلاقك وأدري أن شون أنت كنتي فعلا بتقدمين صورة حلوة للبنت الكويتية حبيبتي تسلمين وإحنا كذلك سعيدين بتواجدك وأنتي مثل ما نقول بتخرنا بإنجازك وسعيدين بتواجدك وإيانا ونجاحاتك المستمرة والقالب غالب والدراعة حبيبتي حبيبتي شكورة حياتي أبو أحلى منت حبيبتي طالب أقدم لكويتين نقصة بعد والحمد لله أنه عبدالله ما ضغطني نفسه ما يسمونه لا لا غير الضغطان جوثنية غير واليوم إن شاء الله برمضان شوي يا أطيش العافية هذه نقصة من وزارة الإعلام مجموعة ثقافية وللقاسم عبدالقادر هيا شكرا أكيد نحن ننتقل وإنفقاتنا نشوفهم بعد الفاصل